أهلاً وسهلاً ومرحباً بالأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء هذه جديدة إيس بريس خرجت واحد المقال تعتين معطيات حول تقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة عزيزة خنوش نهاية الشهر الماضي من الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة هذا كان يوم الجمعة 5 أبريل ٢٠٢٤ هذه هي خطوة رائعة لدرسات الجريدة ربما جرائد أخرى لا تشاهدونها ولكن المهمة هذه هي إيس بريس بصفة عامة على حسب تغييرات ما تشاهدونها هذه هي تغييرات نسبتهم جريدة إيس بريس إلى تقرير لخرج من الجنة المكلفة بصفة عامة أنا كمواطن مغربي أقول مواطن بسيط حر من رعاية أمير المؤمنين رأيي أن الإصلاح لا يمكن إلا أن يكون إدارياً وديفيت قلتها يعني حيث الأمور اللي عنا في المدونة مزيانة خاصة غير قضية تطبيق يكون بثلاثة ويكون يعني برعاية الجوانب إدارية حتى تكون ناجعة ويعني إجراءات مبسطة وسريعة إلى آخر يعني إصلاح إداري بحيث يتم تطبيق أوامر الإسلام بنجاحة لأن يعني المحور المهم في هذه التعديلات هذه اللي كي تروا بهذه الجمعيات النسوية في قضية الإيرت المسألة اللي ما عجبهمش للذكر أحد الأنتيين قبل أن نطرق لهذه النقطة اللي جاءت في هذا المقال يعني أن تأخذ الأنت من حق الضكار هذا الحق الضكار الذي جاء في القرآن الكريم فهذا يعني أنها تأكل مالاً حراماً حسب المنطق وقد لا تقبله الأنت إذا كانت متبينة يعني إذا نضع قانون يجب أن يكون مسير مع المجتمع هذه بغض النظر على الأمور الدينية التي لا يجب المساس بها خاصة إذا كانت يعني من النصوص القطعية في القرآن الكريم إذا نضع قانون يجب أن المجتمع يتقبله ماشي تجي أنت متدينة يقول له هل ورتديها لك؟ تقول له من لا ما بغيتوش فأنا بغيت غير حقي لإعطاني القرآن وهذا الشيء الأخر لا ونعطيه لك يستحقه حسب القرآن في حين أن القانون يقول حاجة أخرى يعني هذه واحد الأمور ونبغناش نصولها حيث القانون يخصف لكم مكبول في المجتمع والله أعلم ولكن هذه الفكرة التي جاءتني فهذه القضية هذه هذه التغييرات التي شفت يعني هذه الاقتراحات التي جاءت لهذا المقال ديسبرسكي قلنا بلي أنهم اقتراحات ترفعوا لرئيس الحكومة يعني تغييرات ولا اقتراحات تغييرات تخلخل الأوضاع ولا تصلحوا أي شيء لأن الأمور صالحة أصلا لدينا مشكلة في كيفية التطبيق هذا حسب الرأي ربما كان شيء أمور يمكن ولكن صفة عامة طيب ألغة تغيير الأول دباه لكاعتبار تاريخ صدر إحكام القضائية لنفى الطلاق وليس تاريخ وقوعي هذه قضية ملا أتفق معها حيث إذا اعتبرنا يعني تاريخ صدر الإحكام والإحكام كانت تأخذ وقت ما يمكنش ذاك الكوبل أو ذاك يعني الزوج والزوجان طلقين ويبقاوا كيتساينوه هذا ما تعتبروش مطلقين حتى لسميته الله في حين أن الرجول من يكي طلق را محسوب عليه طلق محسوب عليه وحتى للزوجة يعني الأمور ما واضحاش هذا بعدك التصيغة هذه ما واضحاش وكيفاش هو مطلقينه قو جالسين كيتساينو الحكم بالمحكامة جاتني ماشي مهم ولكن هذه كتدخول في كله وحده وكيفاش كيفيفكر يعني المهم ثم يتعلق بالإرت قال لك تخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار من نظام المطبق إما الميرات أو الوصية مع توثيع مجال هذا الوصية للإحفاد وإزالة اختلاف الدين من موانع الميرات هذه إزالة اختلاف الدين من موانع الميرات قضية شوية صعبة يعني هذه كيخصنا العلماء يخرجوا وينورونا في هذه القضية هذه ولكن من أول وهلاء جاتني القضية كما لا إزالة اختلاف الدين من موانع الميرات لا أتفق تخويل صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المطبق ما وضحها تهية إما الميرات أو الوصية كما سنقوم بعمل الشارعات أو الميرات أو الميرات أو الميرات أو ما لا نفهمها هذه تهية في المقال ولهذا ربما بعد نتعلم يجب أن نرى هذا التقرير أحب أن يتنشر هذا التقرير ليس شيء ما يتقلنا الصحفاء أو الصحفيين يكون هذا التقرير كما هو نرى كيف يمكن أن نعرفه لأن هذه الصيغة الأمر لا يضحها طيب المرأة تستفيدوا من نصف المورود في حالة غياب الإخوة الذكور والثلوتين في حالة العكس هذه تهية لا يضحها وما يعني تذكر عنده شوش قسمات والأنتا عندها قسمة واحدة هذه في القرآن كيف سنقوم بها القضية المرأة تستفيدوا من نصف المورود في حالة غياب الإخوة الذكور والثلوتين في حالة العكس هذه تهية وضيحاتها من العلماء يقولون الذي يطابق مع القرآن الكريم والذي لا يطابق معها لأنه يكون قوية اقتراحات اقتراحات يعني أنا أقول يعني لا يحسنوا الأوضاع نهائيا ونذكروا على القضية من بعد يعني غير من باب يعني كيفش ديال المجتمع وشنه العواقب ديال بحالة تغييرت هذه على الأثار إلى آخرين وتوزيع باقي التركة وفي قواعد الرجوع دون الأخذ بين الاعتبار جنسيهم هذه تهية ما يمكنش ما ناخدوش بالاعتبار الجنس ديال الوراتة حيث هذا هو الأساس في الميرات إضافة إلى توسيع دائرة الوراتة لتشملها حتى الأقارب بالزواج في حالة عدم وجود وارثة مباشرين لصحب المال أو أي وصية مع القطع نهائيا مع الوصية قضية محسومة ما نضع الوصية ما نضع الوصية على طريقة الغرب أو الأوروبا أو الأمريكا أو العلمانيين لا يمكنش الورط الله لكي قسمه ما نحن لكي نقسمه وإلغاء وهذه القضية في حالة عدم وجود وارثة مباشرين لا يمكن أن يتفرق قبل الوقت وهذه أحدث المشاكل إلغاء ضرورة الحصول على إذن قضائي لتصديق على إجراءات الزواج مع السماح لضابط الحالة المدنية بالإضافة إلى العدول بالتصديق على إجراءات وخا العدول بينها معقولة ولكن ضابط الحالة المدنية لا تفكر المغيار السيفيل يعني الزواج المدني الذي يكون في المغيار أو الذي يكون في سميته وهذه فكرة جاءتني يعني لماذا ضابط الحالة المدنية دخلت ما؟ غير ما نقولوش ضابط الحالة المدنية نحيدو ذاك المدنية نسميو حاجة أخرى حيتبالي بحالة أدعى 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 الإفادة منه ما بنت ليش نهائيا ما بنت ليش الإفادة حيث يقولوا إصلاح مدونة الأسراء والإصلاح أنا ما بنت ليش من إصلاح يلغى نعالجوا استثناء مثلا أرى ما شيء إصلاح حيث الاستثناء ما كان بنيوش عليه هذا هو وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج المؤقتة المنصوص عليها في المدات السعدة الثلاثين الأخيرة في النص الحالي الذي يعتبروا يعتبروا زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية من ضمن هذه الموانع روا دابا المسلمات جوج بكافر مواطن بسيط مغربي حر مواطن بسيط مغربي حر كما أوسط اللجنة باستبعاد مسكن الزوجية من نطق الميرات واخر ما ستبهل القضية يعني في حالة وجود الأم وهذا إلى أخير إلى أخير كي يمكنش وحدين من ذلك الوراة ما يلقوش في أن يسكنوا إلى أخير إلى أخير إلى تبعاد ذلك الضع خاصة بالنسبة ل يعني لصحاب الدخل المحدود ويكون ذلك الورية على قد الحال وكل وقت لا يستطيع أن يلقى سكان إلى أخير إلى أخير حتى لأن الشوق قابل 30 أو 40 مليون إلى التفرقات التباعة والتفرقات ما هذا هو ولأن هذا اقتراح يعني على استثناء في حالة وحدة من القضية هذه الورث ما شيء في حالة هذه القضية كان يمكن أن يأتي واحد يقول لك في الحالة ما إذا كانت القضية كذا وكذا كان يمشوا عند القضية يمكن أن يقول لك واحد الذي لا يمشي إلى تفرق هذه الورث أو هذا السكان يمشي عند القضية ويقول لك لا يمكن أن يمشي ويستطيع أن يوقف وقاتل مثلا ولكن يمكن أن يقول لك أن الورث سنحيض في هذه الحالة وإلى متى؟ أوسط الجنب في استبعاد من نطق الميرات وإلى ما يمكن أن يكون المقال ما يمكن ما يوضحش مزيان ربما وليس هذا ما يمكن أن يكون التقرير وليس تنشر لكي لا يمكن أن نعرف ماهو ولكن في هذه النقاط التي تتكلم هنا نحن نتظر العلماء الأجلاء المتفقهين في أمور الدين يقولوا نا ونحن نعرف يعني نميز الأمور إلا مثلا جاوفوا أحد المقترح من المقترحات يقول لك هذا المقترح تنافى ما جاء في القرآن الكريم واضحة القضية يعني ممكنش وهذا ما كان في انتظار إن شاء الله نشوفوا التقرير مفصل كما هو اللي يترفع على السي أخنوش ولا السي أخنوش ينشروا كما هو نشتروا لنا نشوفوا باش عاد ديك الساعة نقدروا كل واحد يقدروا يبحث ويشوف ويضيب الرأي ديالو وحنا مطلوب المطالبين باش نعطوا الرأي ديالنا حيث كما كان الحال قبل المصادقة على هذا التقرير من طرف إمارة المؤمنين راه يعني ملك البلاد يبغي يعرف الأعراء ديال الناس ديال الرعاية ديالو يبغي يعرفهم والمواطنين المغاربة يعني كنظن لأنه الأحسن يتنشر كما هو ما أعطيش منشره لله لأنه ما ألقتوش ما كانش أي وإن شاء الله خير ولكن هاتش اللي جاف هاد المقال هاتش هاد الاقتراحات هادو ما ما عجبونيش ومثلا حاجة لحت هاد با منين قرب هاتش يتحسم ولو كي يخرجوا دوك الناس اللي مع هاد التعديلات اللي هي يعني كتقربنا من العلمانية أيضا حتى نكونوا صراحة صراحة فالقضية هذه يعني ما يمكنش نتخلى وقاع على كل شيء ما يمكنش والله أعلم مثلا يبدو يخرجوا دوك لفيديو ديال دوك المناضلين المناضلات خاصتان اللي كي هدروا في أمور بحادة باشتوا حد الفيديو كتعود تنشر ده بكترا ديال الأستاذ النبي ناموني بلي كتدع الصهيونية الصهينا مغيز والمغرب إلى خير إلى خير يعني كتبين بلي أنه عنده الحق وفعلا هذا الشيء اللي كتقول عنده فيه الحق خاتتتروح الفيديو ده بل الخرى منشور كيدور لا يعني قضية تطبيع إلى خير إلى خير وبعض التخوفات والمشاكل ويعني عنده الحق في كثير من الأشياء ولكن يعني أرى وخيكون عنده الحق في قضية ديال يعني هاد الأمور ديال يعني الصهينا وش كي ديرو في غزة إلى خيره وش بغين يديرو هنا وفي مناطق أخرى إلى خيرين را ما ما يعطيهاش مصدقية باش يعني تجيو تقول لك هاد تقررها مزيان حيث المغربة روعة وفاهمين يعني المدونة الأسرة را قضية كبيرة فزاف ماشي غادي ومنشتات الاقتراحات هادو تفكر تعوديني السوابي وكذلك قد يدير تسريع اللي كان بغى يدير أو هذا ممكنها تسريع اللي كان بغى يصرح وما عطوش المقال أعطانا كل شيء ولا بقي حواج خرين ماجمش ما شوناهون شو الله أعلم قد قضية قبل من نساء لذيك القضية كي يقولها كل شيء وكي نتفهد اقتراحات يعني ذي الزوجة يعني ما تحتاج إذن الزوج ديلها تخذ وليدها صغار وتمشي بهم الخارج وصفي يعني هذا ما كان ضمش إصلاح يعني يفيد المجتمع بقدر من أنه هذه يحدث مشاكل كبيرة وعويصة جدا كتر من اللي كي ندبها لا هذي كيخصاء مراجعة وصيغة ديالها في دكشي ديالها يكون دكشي مضبوطهم مزيان بما شيء هكذا إذا كنت غيرا نقولوا اللي سمقوا خداد الدرانيو ومشان الخارج يديهم ما بين الزوجة والزوجة اللي رئيس الأسرة هو الرجول يعني الزوج ولكن بعض الصلاحية تتعطل الزوجة نظران ونظران كتكون استثناءات مثلا إذا كان الزوج يعني واحد الرجل ما كيفهمش ومنعها مثلا مش مسائل إدارية ولا هدا ولا كذا ولا بغت تصافر وما خلاهاش ولا هدا كالقاضي كيعالج استثناءات ولكن النص كيغصو يبقى وهادك رمزيان وهذا هو اللي بلينا وهذا هو رأي ديالي كمواطن بسيط في إطار حرية التعبير و إلى حد الآن الرأي ديالي لحد الآن حتى نشوفوا من بعد الأمور من يتكون رسمية وإن شاء الله داك تقرر نشوفوه وذلك الساعات عاد يكون الرأي النهائي وفهد ليلة كبيرة اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا